يعني انتو خلصتو؟ اه 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 تفضل ده كلو؟ اه برافو عليكم بس انا بقى طمعنا في حاجة تانية انا نفسي تعملوه المقارنة كده بكل كورتر عشان يبقى عارفين ايه تأسيل الحملة بالضبط احنا اكيد هنعمل كده يعني يا قاش وبعدين ايمن عامل احصائيات للوقت المناسب لنزول العربيات ومش بس كده ده متابع مع الناس بتوع العلمة بتاعي هو قال لي يعني ان اهم حاجة في شركات العربيات خدمة مع بعض البيع وان احنا يعني نطمن العمل بتاعنا ده كلام جميل قوي بس بقولك ايه ايه وضح ان ايمن يعني داخل دمائك كده حب ديه انتي ليه بتقولي كده يعني؟ علشان اللي انتي بتقولي ده طبيعي قوي يعني ده شغله اللي بياخد عليه فلوس ما جابليش الدب من ديله مثلا ما اخترعليش الظرة ده عادي انا مش فاهمة يعني يا قاش انتي مستغلسة كده ليه ده بجد؟ مالا مكناش متفقين مع بعض من الاول ايوا يا قاش بس هو فعلا بتاع شغل وكيوت كده يعني وظريف يعني مش معنى انتو مكملتوش مع بعض انه هو كده حد مش كويس ولا ايه؟ ايه يعني انتي شايفة كده؟ ايه بصراحة وبعدين من الاخر يا قاش انت لسه بتحبيه؟ بحب مين يا هبلة؟ يا هاطلانتسي البني قدم ده صفحة وتحرقت من حياتي ورميتها في الزبالة موضوع انتهى طيب قديكي بتقول يا وصفحة وتحرقت ورمت فيها يبقى خلاص بقى يا ايش تتعملي عادي عادي مفاش حاجة بقولك يا اروه او انت يعني عمرك ما سألتيني قبل كده احنا بعيدنا عن بعض ليه؟ او مثلا ايه اللي عرفت عنه بعد كده؟ مش عارفة يعني بس اه تحيق لي اي اتنين ممكن يسيقوا بعض عادي طيب بص يا ستي انا هقولك الكلام ده عشان يهمني ان انت بالذات تعرفيه ايما اللي انشافيه قدامك ده مش هي دي حياته خالص ايما بيحب الشو المظاهر طول الوقت وان الناس تقول عليه كيوت وزريف زي ما انت قلت ايضا ايما انت بتاع مصلحته لو ملوش عندك مصلحة حيرميكي في اقرب صفيحة زبالة ولو ليه عندك مصلحة حتلاقيه بيجري عليك يبوس ايدك عادي جدا وهي طريقته عاملة كده يقعد يعاش من الواحدة بمشاعره ويدخل عليها داخل كده احناينا حابتين وانتي اجمل واحدة في الدنيا وانتي مختلفة تماما عن اي واحدة ان عرفتها قبل كده لحد بقى ما يوصل لهو عايزه من الاخر كده يعني هو بنقادم رخيص مش محترم فهمت امليه جاوي ايوا ايش بس يعني ممكن ايش انت هنا؟ طب ما قلتش ليه انت جاية وانا هقولك ليه بقى ان شاء الله جاية خبط على باب بيتكو مثلا انت لازم ديشير كتابويا لا اصلا نور هي كلمتني واريت ان هي اللي جاية لا انا لجيت نور عندها ظروف ومش هينفع تيجي طيب عمتلا انا طلبت من قروة شوية تقارير محتاجها ضروري جدا هي هتقولك عليها وياريت تنفزها واتجبها ليه في اسرع وانت اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك